زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة وأولاده منها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة ولم يثبت شيء في عمر خديجة رضي الله عنها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها أولاده القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله يلقب عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب والطاهر وذلك لأنه ولد بعد البعثة شهده صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على يد قريش وعمره خمس وثلاثون سنة اتفقت قريش على أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود في مكانه حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من أقدار الجاهلية حفظ الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم من أدران الجاهلية فلم يسجد صلى الله عليه وسلم لصنم قط ولا شريب صلى الله عليه وسلم خمرا قط ولا أتى صلى الله عليه وسلم فاحشة قط كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق والأمانة وصولا للرحم وبكل خلق كريم